أصغر سجين في أحداث الخبز 1984 الوقت الذكى كان عمري 15 سنة وشهر و13 يوم دخلت الحبس وتحكمت بخمسة سنين واللي شدوا معي الحبس كله يعرفونه ويعرفوا قضيتي أصغر واحد ولا فيهم تلميذ الوقت الذكى تصور واحد عمره 15 سنة وتبعثوا للحبس ما بين المساجين الحق العام سامحوني فالعبارة عبارة خبزة في سجل كليب يبيعوا يشرو فينا في الصقيفة قينا طعم لليسوي ولم يسويش خمسة سنين من أحكي لكم مش أنا متقبل من عدي البعض اللي عديته فيهم كانوا ولاد نزلتي ولاد قضيتي يصبروا فيه يقول لي ما تخافش لان ما نعدهم اشتوا ويموت الرئيس ويجينا عفو ونخرجوا في أثناء السجن واحد معانا في الغرفة اللي كابران شامري يعمل لنا ذبان مع كابران شامري مع كابران سنترا قال لها أصحاب المظاهرة جماعة الخبز يحبوا يعملوا لنا مظاهرة في وسط الخبز يهبتون السجن الموضيق اللي هو السيلونات رينا فيه الويل من التعذيب من نحونا دباشنا جملة والضرب خلوه الواحد من غير دبشو والضرب بأنواع القضبان والعصي يصبون الماء في الزنزانة الموضيقة والواحد يبقى كاكة لميكلة لشربة في النهار يشرب شربة ماء وقدما خبزة كاكة يلي يتهرى جنبي وقت يتهرى جنبي ومنعون نما الزيارة بعد خرجوني خرجوني من غادي موشهدي أول مرة مرتين اللي ندخل السجن الموضيق وأنا عمري خمسة عشرين سنة بعد ما خرج في قرار الصارح الشرطي واحد وعشرين مارس ستة وثمانين خرجت قلت على أقل الأخرى نرجع للقرآين تاعي جيت بش نرجع للمكتب معايا الوالد تاعي مشين اللي سيقلها بابا سمحني ولدك لا عاد لا يصلح ليلة الدنيا ليلة الدين أعطاني شهادة مدرسية يطرد نهائيا من جميع المهات تولد الأيام ومشيت للجيش قلت على الأقل ناخد شهد حسن السيرة لعل تعاوني في حاجة أخرى وأنا أثناء الجيش انتعي في إدارة الذخيرة والأسلحة يتوقف خوية قضية انتماء نادولي وأنا في ميدان الرمي جاتني كره بأم العوينة من هنا مكتوب مصو مكتوب فيه سري للغاية فلان بفلان فلان يجي معنا وش عملت وش عملت كأني إرهابي هزيني في وسطق قيت جمعة من غادي ومبعد قالوا لي وش عملت قلت لهم عملت حتى شيء قالوا يخوك فلان فلاني قلت لهم نعم قالوا لي أسمع تصلي تصوم الفوجة ضايرة وميساعدكش بعثوني الإدارة الخدمة الإنمائية تعال مرمى والفلاحة كملت الجيش انتعي ما غادي قلت لعل شهادة الحسن السيرة تعاوني ما جيت حتى خدمة في أي مؤسسة اللي نمشي مش نخدم عنده وخلي طالبني بي بطاقة السوابق العادلية منهاري نخلي اللي خدمته ونرجع اللي غاضني الوالد انتعي تجلط والتو مقعد في كرسي توالت الأيام وتزوجت الزوجة انتعي مصابة بزوز أمراض مزمنة صارتان الثدي عمل عملية على صدرها وكذلك عندها السكر عندها الضغط كبير في السكر توصل ستة جرامات فقدت البصرة متاحة تخزر خمسة وعشرين بالمئة من عين واحدة فمها جملة تاح شعارها تاح ولدي يصل للباك عد الباك مرتين ما نجحش قيل نمشي للأمن نمشي للأمن عد في الكتابي في الشفاهي في الطبيب في السبور بعد عملوا لها الملف انتعها للبحث الأمني قالوا لهذا يا تحروا عليها لا ابو كن في الحبس ما يساعدنياش قال لي البلاد اللي ما جاش فيها انت حقك أنا وعليش في الزيد مش نعيش فيها زيد مش نعيش فيها يا ولدي يقعد يا ولدي يرأي بلادك خير من بلاد أخرى قال لك البلاد اللي ما جاش فيها انت حقك ما عاش نعيش فيها هنا فكهو عندي أربع صغيرات نقري فيهم بنتي لي أقل من ولدي كبير وليت عم نول تاخذ الإجازة في البيولوجيا التحليلية والتجربية في مع سيدي ثابت المشروع عم تحت ساعتاش ونص على عشرين ملاحظة جيد جدا كان جت بنت واحد أخر يتقلى في الخارج مجاني قال له غالب الإمكانيات محدودة موصلنا حتى شيء داري طاحت خرجوا اللاجنة وصوروها وعندكم نصخة منها لما نخزر لي بها وإلى حد اليوم ما أخذيتش حتى فلس وما أخذيتش حتى تعويض هذه حالتي البيبالي كلنا نمشي لها مزدودة في وجهي وإلى يوم هذا ما أخدمش حتى في مؤسة وما أخذيتش حتى مليم من أي بلاسة وهذا حالي إن شاء الله وأحداث الخبز يا حسر وقت الكيلة الخبز خبزة رو الخبز توا أربعمية جرام راي كانت الخبزة تقريب كيلو الخبزة راي كانت تتكفي عالي كاملة تتبيعها بالربعة واربعة وعشرين مليم وقت لي صارت انتفاضة الخبز أنتم تعرفوا كل شيء انتفاضة الخبز كانت الخبزة بثمانين مليم ولت أكثر من دوبل هذاك عليه صارت انتفاضة الخبز من بنزرة البنجردين وصارت فيها برشة قتلة وبرشة جرحة واللي ما يعرفش التاريخ يعرف انتفاضة الخبز اليوم إن شاء الله تكون الدرس هذا للأجيال اللي بعدنا وهذه حكيتنا مع الخبز عبد ستار أنت شنية طلباتك؟ إن شاء الله نحن نطبو جبر الضرر على خاطر نحن الضرين وإلى يومنا هذا مرفوض من المجتمع المدني ككل المجتمع المدني منعوتين بالصبوع روكين في الحبس نحن عندها غادي في جندوبرا منطقة مهم شبرشة كأنما نشتابعين تونس نحن صحيح الحدود الجزائرية أقربلنا من تونس ركن نجو لتونس نجو من الفجر نسر من الفجر ولا يومنا هذا ما يلقنا حتى رد لا بالانتدابات في المهن الأخرى في الإخدام الأخرى لا في تعويذ على الأقل الأخرى الواحد يبري جراح الماضي ولونا ما تنساش ترى والمعاش أحداث الخبز والمشافش التعذيب في وسط السجون في وسط السجون المضايقة ما يعرفش تاريخ اشتركوا في القناة